وعن الرسول صلى الله عليه وآله خيركم شوف الرسول ماذا يقول خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم دافع عن عشيرتك بس مو بالغلط مو بالمعصية وعن علي حال أمير المؤمنين كلمات كثيرة وأحاديث كثيرة نسأل الله صلى الله عليه وآله أن يرزقنا أن يرزقنا حمية وعصبية الإمام أمير المؤمنين وعصبية حمزة سيد الشهداء وعصبية المؤمنين على طول التاريخ هذا هو اللي في واقع يظهر هذا الذي يؤجر عليه الإنسان أما عصبية إبليس اللي قال له الله أسجد قال له شلون أنا خير منه أنا أفضل من آدم الله يقول لك أسجد إله فتعصب إبليس لأصله خلقتني من نار وخلقته من طين تعصب إبليس لأصله امتنع عن السجود فأصبح من الغاوين الظالين الذين علي حال إلى قيام يوم الدين هو ملعون على لسان الله وأنبيائه ورسله شكرا للمشاهدة